سلمنا عن سب الدهر عن سب الدهر بخصوص الهواء فباتوا يريني الدهر كيف اعتدائه وبنتوا قرره الصبر كيف يكون بس النقطة اللي يقولك فيها يعني دائما تلقي بعض الاشخاص يحثك على الصبر في اشياء انت في غنى عنها يعني تقدر تتغانى عنها والافضل انك تتجنب هل فيه بغض النظر عن الصبر اللي انت ذكرته بخصوص الطاعات وعلى العبادات او ما شابه هو الصبر الذي تؤجر عليه الصبر الذي تؤجر عليه قال العلماء هو انواع الصبر الصبر على طاعة الله تصبر على قومتك الفجر شدة البرد تروحه تتنافضه هذا فيه مشقة تصبر على هذه الطاعة صبر عن محارم الله تصبر عن المنكرات يعني بعض الناس ما تبتلي ببعض المعاصي فيجاهد ربما انه يتركها ولا يقع فيها من النظر الحرام او ما هو اعظم منها صبر عن محارم الله وصبر على اقدار الله لما تفقد ولدك العزيز او تفقد اموالك هذا من اقدار الله تصبر على هذه الاقدار هذه تؤجر عليها بشرط انك ترضى تسلم وتريد بذلك وجه الله وليس صبرا لا تلتفت كما قلنا قبل اذان مثال بهذا بعض الناس مثلا يصبر عن محارم عن الدخامة او بعض المشروبات على قوتهم الخمور سمنة الروحية يصبر عنها ليس لانها حرام ويصبر ليس لانه يليد بوجه الله بهذا الصبر لا لانه تضره تلويه في كبيدي وخايف من السرطان هذا ما يؤجر عليه ما يؤجر على هذا الصبر لابد ان تصبر طلبا لمرضات الله وتريد بذلك وجه الله دمتني لابد من النية على فكرة النية ترى امرها عظيم انما الاعمال بالنيات بالنيات ما هي نيتك من هذا الفعل او من ذلك الترك ماذا تريد من ذلك الا وجه الله عز وجل لذلك في الحديث وعلي اختم به امشي لان عندنا اخونا في العنو علمتكم السبب يقول اول من تسعر به من الناس من قارئ وعالم كما يقول في الحديث ومتصدق او مجاهد بعض الحديث نعم ارادوا ماذا ما ارادوا وجه الله فيؤتى بقارئ القرآن فيقول يا رب قرأت فيك القرآن يقول كذبت بل قرأت ليقال قارئ فقد قيل في امر في وجه على وجه النار وفي الاول مجاهد قال قتلت فيك وستشت قال لا كذبت بل قتلت او قتلت لكي يقال او قاتلت لكي يقال جريء او شجاع فقد قيل لذلك يقول الحافظ الحكم له ابيات يقول يقال وعالما بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن هذا اللي يكون عالم فهمت يقول تعلمت فيك العلم وعلمت وقال لا بل تعلمت وقال عالم فالنية امرها خطير وماذا تريد تلك العمل وجه الله ولا لا ولا تريد السمع والتسمع والناس ينظرون ويرون انك كريم وانك تبذل وانك شجاع هذه المسألة مسألة خطيرة لديك حتى الصبر تصبر لماذا ماذا تريد من ذلك الصبر هل تريد وجه الله ومرضاتي رب العالمين ام لا لك مقاصد اخرى صلى الله عز وجل لصلح نياتنا اللهم انا استودعو